يمكن حدك وضحت حتة برضو كابتال يحيا أنه الروح ممكن تعود غياب أي شيء يعني حتى الخبرة الإصابات فالروح هي ممكن تخلي الأداء في حتة تانية وأنا متصور اللعبة النهاردة والذي عندك روح أن أنت الخبرات بتاعتك أنت كلعبة أهلي أقل اللعبة العمر أصغر شوية فغير كده الروح هي اللي تفري جدير طب كابتال محمد يمكن محتاجين إحنا جبنا مشوار النادي الأهلي طول الدور ده يمكن دور قبل كده كان في مباراة فوق تحت ولكن الدور ده يمكن مباراة أقوى ست فرقة في الدوري فممكن نستعرض مع سادة مشاهدين مشوار النادي الأهلي في التسع الجولات اللي فاتفضل كابتال الجولة الأولى كان بين الأهلي واسموها كان مفروض الأهلي كان كسب ستة وتراتين ستاشر الجولة الثانية كانت مع سبورتينج تعادل ستة وعشرين ستة وعشرين والجولة الثالثة كان مع البنك الأهلي الأهلي قدر يكسب خمسة وتلاتين اتنين وعشرين الجولة الخمسة كانت مع الزمالك في الجولة الأولى من الدور الأول كان تعادله تسعة وعشرين تسعة وعشرين الأهلي واسموها في الدور الثاني كان فرق واحد للأهلي تلاتة وعشرين اتنين وعشرين الجولة السابعة كانت مع سبورتينج والأهل قدر يكسب فرق جنين 37-25 والجولة التامنة كانت مع البنك الأهل اللي هي كانت قبل طلاق الجيش ماتش أول إمبارح كان الأهل يكسب 33-21 كان حوالي 12 جول وإمبارح كان بيلعب مع الجيش قدر يكسب 36-25 وبرضه يعني المباراة ده كان الأهل كان مفروض ماشي كويس فيها بقدر الإمكان وقدر أنه هو يجمد فرقة الجيش للقوة بتاعتها مع أن فرقة الجيش كان مفروض فيها اللعيبة الصعدة أجلبيتهم موجودين وقدر يزود الفارق من فرق 7 لفرق 11 على مدار آخر 12 دقيقة فكان المفروض فيه فروق في المستويات بين الفرق اللي الأهل لعبها واللي الزمالك لعبها طبعا كل ماتش اللي زروفه لو إحنا استعرضنا الجولات بتاعت الأهلي مع سموحها مثلا والزمالك مع سموحها هنلاقي الفرقة الأهلي كانت معدية جامل فرق 20 جول مثلا الجولة الأولى والمطش الثاني فرق واحد صحيح فكان المطش الأولاني فيه فروق كبيرة بين الدور الأولاني والدور الثاني سموحها كان في الدور الأول أول مباراة كانت غايب منها تاما اللعيبة بسبب كورونا وصورة ده بالظبط كان فرق فدي جاي ممكن دي خارج الحسابات شوية لأن سموحها ما كانتش بتلعب فولت قدرت أنت تتجلب على سبورتنج في الجولة الثانية بعد ما تعديلت معهم في إسكندرية 26-26 قدرت تتجلب عليهم فرق اثنين دي حاجة كويس طبعا أنت تبقى مصمم على أنت تكسب فرقة جامدة زي اسموحها وعندها عناصر كويسة الجولة اللي هي بتاعت الدور الأولاني مع طلاق الجيش كان الأهلي كسب 34-28 قدرت أنت تحقق فرق 11 الجولة الثانية يبقى أنت المفروض يعني رينجي لأنه كابتل وضع أي فرقة بيتغير من أسبوع لأسبوع ولكن عندك إسابات وعندك إجهاد وممكن مشاركات الحقيقة تقول أنه فيه متباين شديد ما بين الدور الأول بس كويس اللي حصل على مدار المباريات اللي فاتت أني قدرت أن أنت تدور اللعيبة بتاعتك برضو على أساس أن أنت تديهم حمل مباريات كلها مع بعض زائد أن أنت قدرت تشارك اللعيبة اللي هي الصعادة تغلت وقت أكبر برضو على أساس أن ما يخشوا مباراة زي الزمالك يشاركوا فيها يبقى أخذ خبرات كافة بالضبط صح يا كابتن صح إحنا